طيب الولايات المتحدة أقرت وتقر وربما ستقر أيضا عقوبات اقتصادية ربما هي المرة السابعة التي تسعفا التي تقر عقوبات اقتصادية على روسيا هل تؤتي هذه العقوبات أكلها فيما يتعلق بإمكانية الضغط على روسيا لوقف هذه العملية؟ إذن العقوبات جزء من هذه الحملة والضغط ضد الهكومة الروسية ولكن في نهاية المطاف ليس العقوبات ولا أي شيء آخر ستؤدي إلى نحاية هذه الحرب لازم الرئيس بوتين هو بد هذه الحرب وهو لديه الأمكانية اليوم لإنهاء هذه الحرب ولازم ندرك أن هذه الحرب لديها تدائيات أكثر من سعار الطاقة لا نحن الآن نرى أن الدول مثلا في شرق الأوسات وفي إفريقيا ومنها مصر كل هذه الدول تعاني من الأصار والنقص في مثلا منتجات الحبوب وقمع بسبب هذه الحرب الوحشية من بوتين إذن اليوم بوتين لديه الإمكانية لإنهاء هذه الهرب أخيرا سيد ويربرغ نحن الآن مقدمين أو قادمين على فصل الشتاء قارس ربما في أوروبا التي تفتقد لي كثير من الطاقة الغاز تحديدا هل تتوقع أن هذا الشتاء يمكن أن يضغط على دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضغط على الطرفين الأوكراني والروسي لوقف هذه العملية؟ أم أن روسيا هي المستفيدة بشكل واضح؟ إذن الشيء الواضح الآن لأن رئيس بوتين هو درك أنه ليس من الممكن استيلاء الأوكرانية بقوة إذن الآن هو سيكون بمحاولة لتجميد الأوكرانيين وهذا شيء حزين جدا جدا لنرى هذه المحاولة من رئيس بوتين إذن من العزمن كلنا الوريد المتحدة والهلفاء في الأوروبا والأماكن الأخرى أن نقف جانب جانب الأوكرانيين في هذه الفصل الشتاء الصعبة نعم المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية سيد سامويل ويربرك شكرا جزيلا لك أن كنت معنا عبر خدمة زوم من دبي في الأمارات العربية المتحدة شكرا جزيلا لك